كابتن وبإنك بدأت بقى بطبعاً التتويج بالدوري خلينا أبدأ معك طبعاً مبارات الأهلي وطلق الجيش مبارات التتويج وشفتها إزاي؟ شفت لحظات التتويج إزاي؟ وكمان هنتكلم فنياً يعني بالرغم إن إحنا مكناش محتاجين ثلاث نقط ولا حاجة ولكن شفنا الحقيقة نادي الأهلي تحت قيادة موسيماني عامل مباراة قوي جداً هو طبعاً آخر مباراة طبعاً وكان يهمهم طبعاً نادي الأهلي أو الجهاز الفني أن هو يشرك بعد اللاعبين الصغيرين في السن أو اللاعبين البعد عن الملعب يعني بالصمان مثلا مثل وليد سلمان مثلاً واللاعبين الصغيرين فده برضو كان فرصة لكن الهدف برضو أنه نفوز الهدف أنه نفوز وفحي طبعاً والعربي بدر كانوا في المجارع بالضبطけて كده أد registration tap sao يعني إن شاء الله اللي جايين إن شاء الله بإزاي اللي جايين إن شاء الله العربي وفي فاخري وفي برضو شكري وفي شهادي وفي مجموعة جميلة جداً من ناشئين ناجل أهلي وده برضو بيدل على إن قطاع الناشئين شغال بشكل كواس قوي فيه احترافية في الشغل يمكن حتى أعتقد إن فيه مدير فني أجنبي كابتن خالي بيبو تواصل معاه وبقى موجود دلوقتي إنه هو برضو يشرف على القطاع فهذا طبعا يعتبط زي نجاح طبعا المباراة طبعا أنا أقول إن مصر المسلمين طبعا يعني مع السفي القوي بتاعه ومشاء الله إنه هو أحرص عشر بطولات ومدارب كواس جدا وعنده رؤية فنية كويسة قوي قوي الفترة اللي فاتت بصراحة تدل على إنه مدارب شاطر جدا مدارب مجتهد مدارب يحضر كواس قوي عجبني جدا جدا من أول مباراة المقاولين اللي بدأها فازوا طبعا وكان فيه ام بي وكان فيه الانتاج وبعدين مباراةين الزهاب والقياب مع فريق الوداد بصراحة يعني الأداء الأداء عجبني جدا يعني أنا أتكلم مثلا كفنيا التاكتك اللي بيشتغل به طبعا هو بلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد وأعتقد الطريقة اللعبة دي مناسبة ويحبها جدا بصراحة يعني فيه أربعة اثنين وفيه أربعة واحد أربعة واحد وربعة ثلاثة بشكل هجومي لكن اربعة اثنين ثلاثة واحد هو بيعتمد على امكانيات يdate عنه قولة اللعبين اللي عنده وفعلا اللعبين نادت لاهلي كلهم عندهم مهارة وفيه مجموعة كبيرة جدا الموهيبة موجودة يعني موجود زي محمد مجد أفشا مثلاً هو اربعة ثلاثة واحد هو هيكون موجود تحت المهاجم بلي ميكرا فبصراحة أنا لما كان محمد المجد يأفشى مع ميستر فايلر ما كانش ظهر بالمستوى الفني العالي ده يعني شمعنا لما جاء ميستر موسيماني اللاعب ده تقلق من وجهة نظرك ليبا من وجهة نظري إن هو شايف إن اللاعب ده عنده إمكانيات فنية عالية قدر يوظفه في المكان بتاعه ممكن مثلا نتكلم إن ميستر فايلر كانت ساعدك يلعبه طرف يمين مثلا مكان حسين الشحات لما كان حسين مصاب ده يلعب بليميكر فقط ما يطلعش المكان ده لو أنت هتحاول تحطه في مكان تاني غير المكان ده مش هتاخد منه أفضل حاجة عنه لا أنا لو حاول ألعب أفشى في مكان غير البليميكر أعاده برحتياتي أو أحطه في المدرج ومحمد هاني برضو كابتن من الناس اللي تطورت محمد هاني طبعا إن شاء الله أنا بقوله إن شاء الله بإذن الله إن ده مستقبل جاي محمد هاني عنده إمكانات فنية عالية جدا عنده جانب بدني عالي قوي قوي بيقدر يعمل التحول السريع من الهجوم للدفاع بشكل سريع جدا ومحمد هاني برضو من اللعبة اللي يلعب كتير فلعب الكورة عندما يلعب في نيد الأهلي يلعب مبارات كتير باستمرار المبارات بتجيب اللعب بتزيدوا خبرة بتزيدوا إن إحنا بنعليها في مجال شغلنا تقل في الملعب خلاص حفظ المكان بيقدر يعني يتأقلم مع أي مباراة حتى لو مبارات دولية برضو بيقدر يتأقلم معها وإن شاء الله بإذن الله يعني أنا بتفقل إن محمد بإذن الله يكون بكرة يتموصل الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ديانج كمان من اللعيبة اللي شفناها والله ديانج دا قصة كبيرة جدا جدا أنا مش عاوز يعني بصراحة يعني يعني بقول للنادي الأهلي شكرا بقول كابت محمود الخطيب مجلس دارة نادي الأهلي بصراحة أنا بشكركم على الهدية اللي انتوا جبتوها للجمهور نادي الأهلي وفرت نادي الأهلي ديانج دوت من اللعيبة المؤثرة في الفريق الأول للنادي الأهلي بمعنى أكتر مع موسيماني يا كابتن والله قبل موسيماني كان كويس جدا برضو بس الفترة الأخيرة الفترة اللي فاتي دي برضو كويس قوي وظهر بمستوى فني عالي برضو لأن الرجل دوت بصراحة يعني بيقدر يتعامل نفسيا مع اللعيبة بزبط عنده العامل النفس ده يعني أنا حالة أفشة دي من إيه اتعامل معه بشكل وكس قوي